موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء التربوي ويسرني أن أرحب بالموجه الاختصاصي محمد أسامة المقداد من مديرية تربيت دمشق والموجهة الاختصاصية عروبة جيرودية من مديرية تربيت ريف دمشق اليوم مع إضاءات وتوضيحات كتاب علم الأحياء والأرض لصف التاسع الأساسي وسنعرض اليوم دروس الفصل الأول من الكتاب وهي دروس الدعام والحركة الجهاز العصبي الغدد الصم أعضاء الحواس صحة أجهزة الدعام والتنسيق ونحن على استعداد للإجابة على تساؤلاتكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم على الأرقام الظاهرة لديكم أسفل الشاشة وأحب أن أنوه أن ندوتنا التعليمية موجهة لطلابنا الأعزاء ومدرسين الأفاضل جميعاً أهلاً وسهلاً بكم أستاذ أسامة في عددين أنا كتاب جديد علم الأحياء والأرض وكتاب قديم ما هو أوجه الإختلاف والتشابه بين المنهج القديم المنهج القديم والمنهج الجديد هذا الجديد وهذا هو المنهج القديم تضر أستاذ أسامة شكراً لكتور على الاستضافة بالنسبة للمنهج الجديد أو المطور صار يعتمد على عمل الطالب بحيث أن المنهج القديم كان معلوماته عبارة عن سرد وبحاجة إلى حفظ أما المنهج الجديد فيعتمد على الأنشطة والتجارب والمخططات بحيث أنه يشتغل الطالب أكتر ويكون المدرس ميسر وموجه لعملية التعليم تفاعل الطالب مع الكتاب ومع المدرس يكون أكتر بالمنهج الجديد وممكن إذا تحب نشوف مثال أفضل حتى يكون التوضيح أكتر تمام بالصفحة تسعة في عنا مخطط للهيكل العزمي وصورة شكل في عندي صورة وعندي مخطط طبعاً نحن هذا المخطط أو خريطة المفاهيم فيها فراغات يجب ملأة من خلال دراسة الصورة والطالب لازم يدرس الصورة ويتابعه ويملأ الفراغ الموجود بالمخطط فنحن نحاول قرأنا الصورة مع الطلاب ونستعرض المخطط ونحاول نملأه ملأ الفراغات بالاعتماد على الصورة على الصورة هذا بالكتاب القديم غير موجود بهذا الكتاب الجديد موجود عنه مثلاً الهيكل العزمي عبارة عن قسمين هيكل محوري وهيكل طرفي بدون يشوفها من خلال الشكل الهيكل المحوري مكون من قسمين هيكل الرئيس أو الجمجمة وهيكل أجزع بنعبي الفراغ بهيكل أجزع نعم هلأ هيكل الرئيس أو الجمجمة مكون من قسمين عظام القحف وعظام هون يشوفها بالشكل فهيضع أبي عظام الوجه الهيكل أو هيكل الجزع مكون من ثلاثة أقسام واللي هي عبارة عن العمود الفقري وعزمة القص في فراغ بدنا نملأه بالأضلاع من خلال قراءة الصورة الهيكل الطرفي قسمين الطرفين السفليين وأيضاً هون الطرفين العلويين إذن الطرفين السفليين والطرفين العلويين الطرفين السفليين يرتبطان بالجزع بواسطة الزنار الحوضي والطرفان العلويين يرتبطان بالجزع كاتبين لها الزنار الكتفي إذن على الطالب ملأ الفراغات من خلال قراءة الصورة وهكذا ممتاز هذا بيشجع الطلاب لكي يكونوا مسؤولين عن تعلمهم عن تعلمهم السؤال نفسه ستة عروبة بالنسبة للمناهج الحديثة والمناهج القديمة يعني المناهج القديمة هي مناهج تعتبر مصدر معلومات ووثيقة تعليمية جميلة جداً مصدر معرفي مصدر معرفي الآن بالنسبة للمناهج الحديثة لاحظوا بأنها تشمل مرحلة النمو الشاملة للطالب معنى آخر أنها تركز على المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال الإبداعي أيضاً عند الطالب على البحث والتقصي والاستكشاف والتواصل بين الطالب والمتعلم والكتاب أصبح فاعلاً بشكل كبير صلة الوصل ولا كأداة فاعلة لتحقيق الأهداف في المناهج القديمة كنا نلاحظ بأنه يعتمد أيضاً هذه المجالات لكنه كان يركز على المجال المعرفي والنمو العقلي بشكل أكبر فالمعلم في المنهاج القديم أيضاً كان هو الباحث وهو الذي يحلل ويفسر والطالب هو عبارة عن مطلق للمعلومات الحكم على الطالب في المناهج القديمة كان فقط من خلال الاختبارات التحصيلية نأتي إلى المنهاج الحديث يعني منهاجنا هذا مبني على النظرية البنائية المنهاج الحديث مبني على النظرية البنائية وحسب جانب ياجي عملية المعرفة تبدأ من أولاً تنشيط المفاهيم السابقة أو الركيزة المعرفية أو المعرفة السابقة ومن ثم اكتساب المعرفة الجديدة ومن ثم تفهم هذه المعرفة ومن ثم تفعيل هذه المعرفة واستخدامها للوصول إلى التأمل وأخيرا الوصول إلى توظيف المعرفة في مواقف حياتية شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة أستاذ أسامة أنت موجه اختصاصي حضرتك عم تحضر للمدرسين شو رأيك شو صفات المدرس الناجح المبدع في صفه المدرس الناجح هو المدرس الذي يستطيع شد طلابه إلى الدرس محضر بشكل جيد معلوماته غنية إذا تعرض لأي سؤال يقدر يجاوب عليه يحبب الطلاب بمادته ومتى يحب الطلاب الأستاذ يحب المادة ويدرسوها ويتابعوها بشكل جيد ومتقن لكيشي الداخل يعني يجعل المعرفة وظيفية وتكييفية يعني يجعل التفاعلات الاجتماعية بين أفراد الطلاب بدلا من تلقي المعرفة بشكل سلبي استخدامه للوسائل يكون فعال بخاصة المادة يعني لا يستقبل بشكل سلبي من خلال الحواس فقط وإنما من خلال أشياء أخرى من أشياء أخرى ست عروبة ما هي صفات المدرس المبدع؟ المدرس المبدع له صفات كثيرة أول شيء مخلصهم في عملك يحبوا عملك إيجابي تجاه طلابه يتواصل معهم يحفزهم ينشطهم يحلوا مشاكلهم يؤمن بيئة للإبداع والمبدعين يشجع الطلاب على ممارسة التمارين العقلية التي تنمي الجوانب العقلية كالشطرانج والتمارين الرياضية الأمن النفسي بالصف عندما يجاوب الطالب أسئلة خطأ يجب أن يخلق هذا الأمن النفسي ويتقبل جميع الآراء ويتواصل معها ويتوصل مع طلابه إلى الحل الصحيح أو المفاهيم الصحيحة إذن يحفز ينشط يتواصل يحلوا المشاكل جميعها من صفات ويحدد أهداف الدرس يخطط بشكل جيد شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة والصريحة أنا شاهد عندي هون هيكل عظمي على ويكون نركز عليه هيكل عظمي نعم هيكل العظمي السؤال المطروح أمامي أنا يعني بيقول لي شو هذا مما يتألف الهيكل العظمي لدى الإنسان إذن أنا موجود عندي هيكل عظمي مما يتألف أولا الهيكل العظمي هو هيكل دعامي حركي يحطي هذا الشكل الإنسان أو جسم الإنسان أو الكائن الحي شكله وأيضا يساعد على تأمين الحركة والوظائف الحركية الموجودة في الجسم يتألف الهيكل العظمي عند الإنسان من هيكل محوري يتكون من عظام الرأس وعظام الجذع وهيكل محيطي يتكون من عظام الأطراف العلوية والأطراف السفرية إذا دخلنا في التفصيل سنأتي إلى عظام الرأس وهي تقسم إلى عظام الجمجمة وعظام الوجه أما عظام الجمجمة فهي ثمانية وثابتة منها العظم الجبهي العظم الصدغي العظم الجداري العظم القفوي وأيضا بالنسبة لعظام الوجه جميعها ثابتة عددها 14 عظما وما عدا الفك السفلي المتحرك لأنه يسهل عملية النطق ومضغ الطعام منها عظم جوف الحجاج والعظم الأنفي عظم الوجنتان عظم الفك العلوي وعظم الفك السفلي 206 عظام ما عندك أنت موجود 33 عظمة من العمود الفخري 24 أطلع 4 عظام الكتاف عندك 60 عظمة في الرجل والقدم أنا أريد أن أعرف أين هي النسبة المئوية لعظمي الرجل والقدم بالنسبة للعظام بقية العظام نعم أستاذ أستاذنا الكريم أبناء الطابة لدينا 206 عظام عند البالغ عند البالغ أما الطفل الصغير عند الولادة فلديه 270 عظما أثناء النمو تلتحم هذه العظام فيبقى صافي هذه العظام 206 الآن إذا قصمنا هذه العظام فيوجد في الأطراف العلوية في كل طرف 30 عظما مع 30 60 60 و60 120 الكتلة العظمية الموجودة في عظام الأطراف العلوية والسفلية 206 عظام في كامل الجسم يشكل منهم عظام الأطراف عبارة عن 120 عظما 60 و60 120 عظما من كل 100 سين نضرب الطرفين بالوسطين دكتور فبيخرج عنا النسبة تقريبا 58% تشكل عظام الأطراف من مجموعة عظام جسم الإنسان خلينا نعدم 24 أضلع وأربع عظام الكتف و60 عظم في الرجل والقدم نعم و33 عظم عمود الفقري طلعوا معي 250 وعظم القص وعظم القص يعني إذن عندنا عظم القص وهون 8 وهون 4 عظام الوجه شكرا للإجابة الدقيقة أستاذ أسامة مما تتألف الفقرة أنا شايف عندي عمود فقري هنا عندي 33 فقرة كل فقرة من هذه الفقرات أنا على ويكون عندي تطبيق عملي يعني أنا الشعار لازم أتبنى تشغيل اليدين والعقل والدماغ معا تشغيل العقل واليدين معا فالفقرة مما تتألف الفقرة أستاذ أسامة نحن بالعمود الفقري في عنا 33 فقرة كل فقرة من هذه الفقرات مكونة من الأقسام التالية طبعا نحن في عنا شكل ياريت نعرض دول الفقرة جسم الفقرة لاحظوا معي جسم الفقرة النتوئين الجانبيين والنتوء الشوكي وفي عنا الثقوب الفقري تتالي الثقوب الفقارية مع بعضها يشكل قناة يسكن فيها النخاع الشوكي لحمايته طبعا بالكتاب إذا عرضنا على اللابتوب في عنا نشاط أرفع أستاذ أرفع شوي في عنا نشاط ممكن هذه الفقرة طبيعية وفي عنا نشاط صورة على اللابتوب ممكن نجاوب عليه عملونا احصل على فقرة من العمود الفقري لخروف طبعا جبناها ولاحظ الشكل وأتعرف على الأقسام وأجيب مما تتكون الفقرة طبعا على الطالب قراءة الصورة بشكل جيد وإذا في مجسم لفقرة كمان نشوفها تتكون الفقرة من جسم الفقرة ونتوئين لاحظوا على الشكل نتوئين جانبيين ونتوء شوكي وثقب الفقرة وتتالي الثقب الفقارية حاطين لها ملاحظة تشكل قناة فقرية يسكنها النخاع الشوكي طبعا هذه بالنسبة للفقرة وأقسامها بشكلها بالنسبة لحماية حتى هناك واضحة أستاذ أسام طبعا واضحة على اللابتوب بشكل كامل شران جزيلا على الإجابة ست عروبة أنت حضرتك عم تحرك كتير شاي فيك يعني أنا شايفك عم تحرك كتير أنا عملية الثني الثني الساعد على الهاي فأنا كيف بتم عملية الثني الساعد نحو الخلف والساق نحو الأمام لماذا لم يتم عملية الثني مثلا أنا بدأتني هذا الساعد للأمام أنا ما عم بنتهي نحو الخلف عفوان والساق نحو الأمام لماذا لا أستطيع ثني الساعد نحو الخلف والساق نحو الأمام اسمح لي دكتور أن أشير عن آلية تحرك الجسم قبل أن أشرح هذه الآلة كيف يتحرك جسمي أنا يتحرك جسمي في كل منطقة من أجسامنا يوجد عضلتان عملهما تقريبا متعاكس بمعنى آخر واحدة تتقلص والأخرى تسترخي مما يؤمن حركة الجسم مثال تطبيقي على ذلك سأخذ الآن العضلة العضودية الأمامية والعضلة العضودية الخلفية وعظم الساعد وعظم الساعد الآن سأحاول أن أقرب الساعد من العضد ما الذي سيحدث أضع يدي على العضلة سألاحظ بأن العضلة العضضية الأمامية الآن تتقلص تتصلت تزداد صلابة ينتفق بطنها فهي عملية تقلص إذا لمست العضلة العضضية الخلفية في أنها تسترخي معنى آخر الآن سأحاول أن أبعد الساعد على العضم العضد ماذا سألاحظ أنا يدي على العضلة هذه استرخت وهذه تقلصت الآن لماذا أستطيع ثني الساعد نحو الأمام بعمل تقلص العضلتان تقلص عضلة واسترخاء عضلة لكني لا أستطيع أن أثني يدي باتجاه الخلف لوجود النتوء المرفقي الذي يرتبط بعضم الزند في نهايته فيمنع انثناء الساعد نحو الخلف أما بالنسبة لعضام الساق لماذا لا تنثني نحو الأمام يوجد في الركبة عظم يسمى عظم الرضفة يمنع انثناء عظام الجنية وأظمبوب نحو الأمام شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة أستاذ أسامة هاي عنا الهيكل العظمي بالله يعني أنت بتعرف في عندك طرفين علويان وفي عندك طرفان سفليان كيف يرتبط الطرفان العلويان والسفليان بالجزع هلا يا ريت نعرض كمان على اللابتوب ونعرض الهيكل العظمي هلا في عنا نحن ترتبط الأطراف العلوية مع الجزع بواسطة الزنار الكتفي هذا الزنار الكتفي مكون من عظمية ترقوة من الناحية الأمامية ولوحي الكتف من الناحية الخلفية الزنار الكتفي مكون من لوحي الكتف من الخلف وعظمية ترقوة من الأمام هي تربط الأطراف العلوية مع الجزع بالنسبة للأطراف السفلية في عنا الزنار الحوضي المكون من شفع من عظام الورك والحرقفة والعاني الورك والحرقفة والعاني طبعا الزنار الحوضي يرتبط الزنار الخرف بعزمة العجز ليشكل ما يسمى بالحوض التي تستند عليه الأعضاء الداخلية الأحشاء الداخلية بالجسم لحمايتها بشكل كبير هذه عزمة العجز إذا حاولنا نعرضها عزمة العجز لاحظوا وهون مرتبط مع الزنار الحوضي حتى تستند الأحشاء الداخلية عليه طبعا ما أنا كاملة بس ننوضح عزمة العجز الملتحمة عبارة عن عظام ملتحمة ترتبط معها الزنار الحوضي لتستند عليه الأحشاء الداخلية في الجسم لحمايتها شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة ست عروبة أنا شايف شو قدامك بالله هون على اليسار هذا شو هذا؟ هذا عظم طويل عظم طويل أنا بدي بنيته بنيته ولا ما يتألف؟ شرحي لي علي بنيته يعني مما يتألف شو في مكوناته؟ هذا عظم عجل بصراحة وهذا عظم خروف شو أوجه الإختلاف والتشابه؟ بالنسبة للحجم طبعا حجم الوظائف الحيوية التي يقوم بها تطلب بنية عظمية وكتلة عظمية أكبر من الكتلة العظمية عند الخروف لكن نحن جلبناه نظرا بأنه أوضح كوسيلة تعليمية نلاحظ بأنه يتكون أول شيء من انتفاخين على جانبي كل عظم هما المشاشتين وهناك جسم يسمى بجسم العظم عندما نقوم بصنع مقطع طولي في عظم ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ أن هناك أولا هناك نسيج غضروفي طبعا أزيله بنتيجة عملية النحت فنسيج غضروفي كساء مرين أبيض يستروا أنت تخلي طلابك يستنتجوا الشيء طبعا يجيبوا عظم ويتواصلوا مع هذا ويقومون باستنتاج المعلومات تركيز على العقل المتعلم أنت عم تركزي على عقل المتعلم ذاته وعلى التطبيق العملي عم تركزي كمان على المهارات على المهارات العليا العقلية العليا كما في الإبداع والتفكير الناقد والعمليات العلمية الاستقصائية أصلا المناهج الحديثة القراءة تحليلية ناقدة نعم الآن كما نشاهد في منطقة المشاشتين هناك نسيج إسفنجي هذا النسيج الإسفنجي يتكون من صفائح عظمية تترك بينها فراغات مملوئة بنقي العظم وهناك قناة هناك أيضا السمحاق وهي طبقة ليفية رقيقة جدا تحيط بجسم العظم تفيد في توليد مادة الدشبذ الذي تفيد في طبعا جبر الكسور وتوليد الخلايا العظمية وكما أنها تفيد في النمو العرضي الذي يستمر في الأمر سؤال امتحاني في الامتحان الموحل مع وظيفة الدشبذ نلاحظ أيضا إلى الداخل النسيج العظم الكثيف وهي عبان خلايا عظمية متراصة تشكل البنية الأساسية للعظم يتوسطها قناة تسمى قناة النقل المركزية التي يوجد فيها نقئ العظم الذي يفيد في توليد كريات الدم وصفي حاته هذه بالنسبة لبنية العظم الطويل هذا العظم الذي عندك حضرتك هذا آسي شيء أو طري أو شو شلون يعني بدنا نعرفه لماذا يكونه صلبا؟ يلا إسامة إذا لماذا يكون صلبا؟ أستاذ هذا هو طبيعي ما؟ طبيعي طبعا يعني معارضين إحنا مجسم أو شيء طبيعي هذا مما يتكون العظم نحن نعرف أنه نحن مكونين أساسيين للعظم لهن أملاح الكالسيوم بتشكل تلتين وزن العظم والمادة العضوية هي العزمين مادة العزمين بتشكل بنية أساسية للعظم نعم نعم الآن الصلة الوثيقة بين هالمادتين هي اللي بتعطي الصلابة والقساوة للعظم وفيتامين دال هو اللي بيحقق هالارتباط الوثيق بين هالمادتين أملاح الكالسيوم ومادة العزمين هنا طبعا الصلابة والقساوة هي بسبب من ارتباطهم بشكل قوي وفيتامين دال بيحقق هالارتباط بشكل كبير طيب ما الذي يسمح بحركة العظام؟ شو هي اللي بيخليني هالعظام تتحرق؟ أنا شايفه هنا أنا رح أقرأ السؤال بطريقة أخرى نعم أنواع ماذا تتوقع؟ بأنها هي في المناهج الحديثة ومهارات التفكير العليا التفكير الناقض ماذا أتوقع لو لم يوجد مفاصل؟ لو لم يوجد مفاصل في جسم لو لم يوجد هذا المفصل ممكن إذن هذا عصف دماغي عصف دماغي هذا لطلابك إذن في عنا شيء اسمه المفصل المفاصل موجودة بين العظام كل عظام عظامنا موجود فيها مفاصل كلها موجود فيها مفاصل وهي نقطة اتصال العظام ببعضها البعض ونلاحظ أن المفصل بصراحة بيتكون المفصل من كيس أو محفظة بداخلها سائل زيتي القوام هذا السائل يمتص الصدمات يمتص الصدمات فيخفف العبء على العظام كما أن المفصل فيه أربطة ليفية متينة داخلية وخارجية هذا النسيج الذي في الداخل والخارجي يحقق اتزان المفصل وثباته في مكانه ويؤمن حركة العظام بالشكل الجيد كما نلاحظ هذا لدي مفصل مع عظم لاحظوا الحركة تحرك هذا المفصل عن طريق الأربطة الداخلية والخارجية شكرا جزيلا على الإجابة أنا شايف هنا عندي جمجمة نعم وين المفاصل تبحى؟ في مفاصل أنا شايفها ما إلى مفاصل بالعكس المفاصل أنواع في جسم الإنسان أنا شايفها نعم يوجد هنا على شكل دروز الخياطة على شكل دروز الخياطة مفاصل مسننة لكنها لا درزات على شكل درزات مسننة أيوة على مسننات وهذه تمنع حركة العظام فهذا النوع من المفاصل لا يسمح بالحركة فهو من المفاصل الثابتة لا يستطيع أي عظم أن يتحرك هل هي نفسها عند البالغ أو عند الطفل؟ الطفل في عظام جمجمته فتوحات تسمح بنمو الدماغ حتى السنة والنصف ثم تعوده فتلتحم إذا النوع المفصل هنا مفصل؟ ثابت إذا المفصل؟ هناك مفاصل أخرى بعد إذنك دكتور في جسم الإنسان مفاصل تسمح بحركة محدودة مثل كما لاحظنا منذ قليل الساعد نقربه من العدد فهو يتحرك باتجاه الأمام لكنه لا يتحرك باتجاه الخلف هل تسمحون لي بالحركة؟ عظام العامود الفقري أيضا تسمح بإنثناء خفيفة باتجاه الأمام ولا تسمح بالإنثناء نحو الخلف الخلف هي مفاصل محدودة الحركة وهناك مفاصل متحركة أي تسمح بحركة غير محدودة واسعة نوعا ما كالمفصل العددي الكتفي والمفصل الفخذي الوركي ويمكن أن نلاحظ ذلك فأنا لدي هذا المفصل هنا لاحظوا يدي أستطيع أن أحرك نحو الخلف تجاه الأمام أستطيع أن أحركها من الأعلى باتجاه الأسفل يمين يسار وهكذا أعلى أسفل شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة أستاذ أسامة أنا في عندي نمو طولي ونمو عرضي في العظام ما المسؤول عن النمو الطولي والنمو العرضي حبذا لو توضحها عمليا تمام في عنا نحن بمنطقة المشاشتين بين منطقة المشاشتين وجسم العظم يوجد نسيج غضروفي هذا النسيج الغضروفي خاص بالنمو الطولي يساعد على النمو الطولي يعتبر الهيكل العظمي الهيكل المشكل لجسم الإنسان والحامي لما في داخلها من أجزاء حقوق نرجع نمو الطولي مسؤول عنه غضروفي النمو الموجودة بين منطقة المشاشتين وجسم العظم هي مسؤولة عن النمو الطولي لأي عمار؟ لأ عمر 18 يتوقف النمو الطولي وتتعظم غضاريف النمو طبعا مسؤول عن تنشيط غضاريف النمو هي عبارة عن الغدة النخامية بما تفرزه من هرمون اسمه هرمون النمو ينتقل إلى خلايا الكبد ويحرضها على تشكيل مواد عوامل للنمو والطولي للعظم إذن هرمون النمو بروح بمساره مساره بروح على الكبد وفي المساره الثاني إلى العضلات أما المسؤول عن النمو العرضي هي مادة السمحاق التي تغطي جسم العظم منها الخارج مادة السمحاق وتعملها بخليات التمايز نمو العرضي للعظم نعم هلأ التوقف غضاريف النمو في سن 18 بينما السمحاق يبقى طيلة حياة الإنسان ناس شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة ستعروب أنا بسمع أحيانا في عندي مفصل وأحيانا بقوله أربطت مزقت أربطي وأحيانا بقوله وتار شو أوجه الاختلاف والتشابه بينهما شو الاختلاف بينهما بين المفصل والمربط أو الرباط والوتر كثير مني الآن المفصل كما قلنا لاحقا هو نقطة اتصال العظم بالعظم الرباط موجود من بنية المفصل ويزيد من اتزام المفصل فهو أيضا يصل العظم بالعظم وهي أربطة طليفية داخلية وخارجية موجودة في المفاصل ماذا بقي لدينا الوتر الآن ماذا يستند على العظام العظلات العظلات تستند على العظام عن طريق الوتر أي ضغطة اتصال العظلة بالعظم هي عبارة عن وتار العظلة أما عن مسألة تمزق الأربطة وكثيرا ما نتعرض إليه وخاصة مفصل الركبة الأربطة الموجودة في الركبة والأربطة الموجودة في الكاحل نتيجة أنها تتحمل العبء الأكبر من ثقل الجسم الوزن الزائد ممكن حركة مفاجئة ممكن التواء كل هذا يؤدي إلى تمزق الأربطة ارتخاء الأربطة ما أعراض تمزق الأربطة تمزقت الأربطة في الكاحل أو في المفصل يتوزم يتوزم يصبح لديه ويمكن أن أسمع صوت تقطقة لهذه الأربطة التي أرتخت ألم شديد أعالج تمزق الأربطة طبعا برباط نظام فيتامينات وممكن راحة وخفيف الوزن شكرا جزيلا أستاذ أسامة في عندي أنا هيكل عزمي شو دور الهيكل العزمي في حماية الجسم؟ علوة إذا في عرض يكون أفضل خلينا نشوف اللابتوب في عنا عرض فيديو ويعتبر الهيكل العزمي الهيكل المشكل لجسم الإنسان والحامي لما في داخله من أجزاء حيوية ومهمة مثل الدماغ المحمي داخل الجمجمة القاسية ومثل القلب والرئة المحميان داخل القفص الصدري ليس هذا فحسب فالهيكل العزمي يقوم بتأدية وظائف أخرى مثل تمكين الجسم من الحركة بدرق مختلفة بالإضافة إلى أنتاج كريات الدم الحمراء في داخل العظام العريضة مثل أبداع القفص الصدري نأيك عن أن العظام يعتبر مخزنا لبعض الأملاح العدنية الآمة مثل الكالسيوم والفسفور مثل ما لاحظنا بالفيديو له وظائف كثير الهيكل العزمي بحماية الأعضاء الدماغ والنخاع الشوكي عظام القحف والعمود الفقري بتحميه بشكل جيد جدا إضافة إلى القفص الصدري اللي بيحمي القلب والرئتين إضافة إلى الحوض اللي بتستند عليه الأحشاء الداخلية بالجسم شكرا شكرا مين بيدعم العظام؟ العضلات جهاز دعامي حركي شو دورها هاي؟ العضلات نعم هي التي تحرك الجسم ما أنواعها؟ للعضلات أنواع عضلات إذا كنت مخطط عضلات نعم عضلات في جسم الإنسان أولا العضلات التي عندما نذهب إلى اللحام نشتري لحم كتف ونحم فخد فهذه عظام هيكلية لأنها تستند وتغطي الهيكل العظمي وهي عظام أو عضلات عفوان عضلات مخططة حمراء إرادية استجابتها سريعة وهي إذا تشكل عضلات الهيكل العظمي يوجد في جسم الإنسان النوع الآخر من العضلات وهي عضلة القلب عضلة حمراء أيضا مخططة لكنها لا إرادية لا إرادية حركتها منتظمة استجابتها منتظمة أي أنها تعمل نصف الوقت وتسترخي نصف الوقت لذلك لا نشعر بالتعب أبدا وهي عضلة لا إرادية العضلات الحمراء المخططة الهيكلية إرادية هذه لا إرادية أبناء الطلبة الآن يوجد لدينا النوع الثالث من العضلات التي توجد في الأحشاء لدينا هون قسم من الأمعاء أو المعي الدقيق عند الخروف هذا القسم أمعاء حشوية بيضاء لونها شاحب أبيض لكنها لا إرادية واستجابتها بطيئة للمنبهات الخارجية إذن لدينا ثلاثة نوع من العضلات نعم شكرا حكمة تربوية بتقول أنا أسمع أنا أرى فأتذكر أنا أعمل فأفهم يعني هلأ فهمتين لأنك اشتغلت اشتغلت بشكل جيد جدا ويعطيك العافية أستاذ أسامة في عنا خواص العضلات شو هذه العضلات شو إلا خواص طبعا العضلات إلى أربع خواص أساسية اللي هي قابلية التنبيه التقلص المروني والمقوية العضلية طبعا نحن بالكتاب إذا استعرضنا للابتوب في عنا بعض التجارب اللي ممكن توضحنا هالخواص للعضلات طبعا بالنسبة لقابلية التنبيه إذا حاولنا أن نحرر العصب الوركي للعضلة الساقية عندها ضفضع ونبهنا العصب فالعضلة تستجيب وتتقلص إذن فهي قابلة للتنبيه قابلية التنبيه بعملية التقلص بالنسبة لتقلص العضلة طبعا التجربة اللي حاطينا ياها بالكتاب إنه العضلة العضوضية الأمامية لما شد أنا وتتقلص ففي عدة أمور حصلت على العضلة لما تتقلص العضلة ما هذه الأمور التي حصلت للعضلة في عنا طبعا طولها يقصر وقطرها يزداد صلابتها تزداد ولكن حجمها يبقى ثابتا إذن أربع أشياء تحصل للعضلة عند التقلص هلأ بالنسبة لمرونة العضلة المرونة في حال شدينا العضلة بنابض مثلا وشلنا الشد بترجع العضلة إلى وضعه الطبيعي فإلى مرونة العضلة ولكن هالمرونة إلى حدود حيث أنه الضغط الزائد على العضلة ممكن يسبب تمزق في العضلات مرونة العضلة يبقى لدينا المقوية العضلية إذا حاولنا نعمل تجربة صغيرة ست عروبة ياريت تمسكينها الكتاب هيكي وتعلي شوي هلأ ممكن بعد خمس دقائق من مسك الكتاب شو بصير بال سأشعره بالتعب بالتعب الشديد أيضا هناك بعض العضلات في جسمنا لا تتعب مثل العضلات التي تبقي الرأس منتصب العضلات التي تبقي الفك السفلي مرتبط مع الفك العلوي هذه العضلات فيها خاصة اسمها المقوية العضلية هي خاصة تمتلك فيها بعض أنواع من العضلات تبقى متقلصة فترة طويلة من الزمن دون بزل أي جهد هذه الخاصة توجد عند بعض أنواع من العضلات في جسمنا تبقي العضل المتقلصة فترة طويلة من الزمن دون بزل أي جهد هذه الخاصة تسمى المقوية العضلية شكرا جزيلا للإجابة الدقيقة أستاذ أسامة أنا ملاحظ أنه في عندي عضلات وعظام في شي مين يسيطر عليها؟ مين بتحكم فيها؟ أنا شو شايف عندك؟ الجهاز العصبي إذن عندك الدماغ هنا الدماغ عندك جهاز العصبي المركزي طبعا جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي محيطي أنا لديه الآن الجهاز العصبي نعم المركزي تكون منه الدماغ بشكل عام وهو مخ ومخيخ وبصلة سيسائية وأيضا هناك النخاء الشوكي أما الجهاز العصبي المحيطي فهو يتكون من العصاب والعقدي العصبية الآن سنتحدث عن هذا الجهاز العصبي يتألف الدماغ من المخ والمخيخ وهناك البصلة السيسائية كما نلاحظ طرفها هنا بهذا الشكل بهذا الشكل ماذا ألاحظ؟ أكبر أقسام الدماغ هو المخ ماذا نلاحظ عليه؟ أولا المخ يقسم إلى نصفي كرة مخية نتيجة وجود الشق الأمامي الخلفي هذا الشق الذي يقسم نصفي الكرة المخية إلى قسمين الآن ماذا نلاحظ على سطح المخ؟ نلاحظ عدد كبير من التلافيف مما يجعل مساحة سطح الدماغ عالية جدا وكذلك الحوامل البروتيني للذكاء والذاكرة والمعرفة والخبرة تتشكل بشكل أكبر والقيام بالعمليات العقلية يكون بشكل أكبر أيضا نلاحظ عدد كبير فهناك ثلاثة شقوق أساسية موجودة في كل نصف كرة مخية هذه الشقوق هي عبارة عن شق يسمى بالشق طبعا من هنا يأتي من هنا هو عبارة عن الشق الرولاندو وهناك الشيق سولوبيوس إلى الخلف وهناك الشق القائم منه الرولاندو هو المركزي سيلفيوس هو المحيطي جانبي نعم ويحدد لدي أربعة فصوص يحدد لدي أربعة فصوص هناك سأشير هنا أوضح الفص الجبهي الفص الجداري الفص الصدغي وعلفاص القفوي في كل نصف كرة مخية بالنسبة للمخ المادة الرمادية أي السنجابية هي المحيطية والمادة البيضاء هي المركزية وكذلك المخيخ بينما البصلة والنخاع الشوكي المادة البيضاء هي المحيطية والمادة المركزية الرمادية هي المادة طبعا الداخلية حتى تتسفتت المعلومة معي أنا يعني هلأ انتقلت أنت حضرتك من الجانب من جانب الظهري إلى الجانب البطني الآن الجانب البطني السفلي صحه للتسميتان كما تلاحظون معي هنا ما بدي أستخدم المكبرة ولا الإشارة الآن هنا عبارة عن البصلة السيسائية هنا عبارة عن البصلة السيسائية كما تلاحظون وهي بشكل بنية عصبية مخروطية الشكل قاعدتها العريضة باتجاه إلى الأعلى وقاعدتها السفلية تتصل بالنخاع الشوكي أعلاها عنا تبارز من مادة بيضاء مستعرض يسمى الحدبة الحلقية أو جسر فارول إلى الأمام سويقتان أو تبارزان أو امتدادان بشكل حرف V كما نلاحظ هنا هما عبارة عن السويقتان المخيتان مكان تباعدهما هنا بهذه المنطقة تماما توجد الوطاء ومكان تعلق الغدة النخامية أيضا هنا تصالب العصبان البصريان وإلى الأمام والأسفل من نصف كل كرة مخية يجب أن نلاحظ أيضا امتدادان هما عبارة عن الفصان الشميان بهذا الشكل هنا يجب أن يكون هنا غير واضحين بشكل كبير نظرا لبنية وضعها في الفورمول نعم لطلابك هيك بتوضحي لين حضرتك بهذه الطريقة أنا لطلابي أطلبوا منهم العمل بشكل مجموعات أحضار أدمغة خروف وضعها في الفورمول لمدة أيام ثم كل طالب شلون بدك تسبتي هذه المعلومة وتتأكدي بالعمل والتطبيق نعم نلجأ هلا لهذا للمجسام إذا انتقلت من الجانب الحسي للجانب الأثر تجردان يعني هنا ننتقل للدماغ نقدر نشرحه مرة تانية حتى نقدر نوضح الفصوص الموجودة فيها نعم الفصوص الموجودة فيها فص الجبهي وين الفص الجبهي عنا نعم نعم بدك تنظر نصف كرة مخية نعم فص جداري فص صدغي من الجانبين وفصاني قفويا مركز الرؤية المخيخ وينه؟ هذا المخيخ أسفل المخ وهو أصغر منه ويخصم أيضا إلى نصفي كرة مخيخية على المجسم وكمان بدي أورجيك وأنا كمان فصلت المخيخ هنا بهذا الشكل واضح نصفي كرة مخيخية بينهما فص يسمى الفاص الدود شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة ستعروبة أستاذ أسامة بدنا نتحدثنا عن المخ تحدثنا عن المخيخ والبصلة بدنا نتحدث الآن عن النخاع الشوكي ما بنيت النخاع الشوكي أين يقع النخاع الشوكي ياريت بس نعرض هذا الشكل على اللابتوب نعرضه على اللابتوب طبعا يسكن النخاع الشوكي ضمن القناة الفقارية للعمود الفقري نعم عبارة عن حبل أبيض طويل له انتفاخين رقبي وقطني نعم بنهايته في عنا انتفاخ يسمى المخروط النخاعي يثبت بنهاية القناة الفقارية بواسطة رباط اسمه الخيط الانتهاء طبعا ينتهي النخاع الشوكي في مستوى الفقرة القطنية الثانية والسبب في ذلك هو تنامي العمود الفقري بشكل كبير أثناء نمو الجسم إذا حاولنا بمقطع عرضي للنخاع الشوكي نستعرض ماذا نجد فرح نلاحظ فيه بالمقطع العرضي قسمين قسم مركزي عبارة عن شكل حرف إكس أو فراشة هو عبارة عن المادة الرمادية لاحظوا كيف شكلها ومن الخارج مادة بيضاء محيطية لاحظوا طبعا ويوجد ستة أتلام موجودة بالمادة البيضاء المادة الرمادية لها قرنين خلفيين وقرنين أماميين طبعا وفي عنا ثلم خلفي ضيق وعمير وثلم أمامي عريض وأقل عمق من الخلفي هاي بالمقطع العرضي طبعا إذا حاولنا طبعا النخاع الشوكي حساس جدا مثله مثل الدماغ فيتم حمايتهم بشكل كبير جدا ممكن من خلال عزام القحف للدماغ والعمود الفقري للنخاع الشوكي وأيضا في عنا السحاية التي تحيط بالمراكز العصبية وتحميها بشكل كبير جدا وهي الأم الجافية والغشاء العنكبوتي والأم الحنون وأيضا السائل الدماغي الشوكي هذا السائل الذي له دور مهم وكبير في حماية الدماغ والنخاع الشوكي الذي يشكل وسادة تحمي الدماغ والنخاع الشوكي من الصدمات بالنسبة له السائل طبعا فيهم أنه داخلي موجود في بطينات الدماغ وقناة السيساء والخارج يوجد في الحيز تحت العنكبوتي بين الغشاء العنكبوتي والأم الحنون حضرتك يعني أنت عم تتعلم يعني عم نتعلم ونعلم طلابنا نحن نتعلم لنعرف نتعلم لنعمل نتعلم لنعيش نتعلم لتكون إذن ست عروبة أنا شفتك عم تتحرك كتير عم تجيبيننا حضرتك أكيد الخلية العصبية وأنا بدي أسألك عليها ست عروبة مما تتألف هذه الخلية العصبية الجهاز العصبي بشكل عام يتكون مادتين أساسيتين هي العصبونات أو أجسام الخلية العصبية أو الخلايا العصبية ومواد الضباق العصبي الداعمة التي تملأ الفراغات بين الخلايا العصبية الآن بالنسبة للخلية العصبية ماذا تتكون؟ تكون من استطالات هيولية ذات تغصونات شجيرية وهي كثيرة التفرع لتحقق أكبر إمكانية من التواصل مع باقي العصبونات وهناك جسم للخلية وهو الأساس فهو كالرأس بالنسبة للإنسان نلاحظ في داخلها النواة غشاء سيتو بلاسمي أو هيولي والهيولة والمتعضيات الهيولية الموجودة الوظيفية في جسم الخلية استطالة الآن هذه الاستطالة وهي عبارة عن استطالة هيولية مفردة تسمى بالمحوار هذا المحوار ينتهي بانتفاخات هذه الانتفاخات هي عبارة عن الأزرار وهذا هي بنية الزرق زر أريد أن أتكلم قليلاً عن المحوار المحوار استطالة هيولية مفردة نعم كما نلاحظ أستاذ على الكاميرا هذه الاستطالة الهيولية المفردة مغمدة من الخارج بغمد يسمى غمد النخاعين وهو غمد أبيض صدفي يفرز مادة تسمى سفينجوميلين هذه تتقطع على أو تتقسم أو تتقطع على اقتناقات أو قطعاً حلقية بحدود كل 1 ميليمتر بحدود 1 ميليمتر هذه التقطعات تخرج منها أو نسميها اقتناقات رام ويحيط بها غمد يسمى غمد شوان هذا الغمد يفيده فيه أين توجد هذه الخلية العصبية متوزعة يعني متوزعة في كل أقصام الجسم في كل أقصام الجسم موجود جهاز العصبي في الجهاز العصبي السام الخلايا العصبية توجد في المادة الرمادية والمحاوير توجد في المادة البيضاء تنتهي بانتفاخات تسمى الأزرار هذا عبارة عن الزر تكبيراً للزر ما هو الزر؟ هو المكان الذي يحتوي أو تم تصنيع النواقل العصبية التي تثير التنبيه وكمونات العمل وانتقالها طبعاً من خلية إلى خلية عن طريق ما يسمى السيالة العصبية وهي لغة التخاطب الموجودة بين الخلايا العصبية وأسمحني دكتور أريد بس للربط بالواقع أن أنا أعرب بالسيالة العصبية هي حالة تنبيه تنتقل على طول العصب كيف أشبهها بالواقع للسيالة العصبية؟ عندما نكبس أو نضغط على زر أو بقبس الإضاءة في الغرفة ما الذي يحدث؟ تنتقل الكهرباء أو التيار الكهربائي عبر الأسلاك الكهرباء فتضيء المصابح كما في هذه الغرفة الآن عندما ننبه عصباً فنلاحظ بأن السيالة العصبية تنتقل من عصبون إلى عصبون حتى نصل إلى الاستجابة بالعضو الذي يحدث الاستجابة أو الذي سيستجيب ويقوم بردد الفعل المناسبة شكراً جزيلاً على الإجابة دقيقة ست عروبة نحن في عنا وظائف للمخ للمخيخ اللي عرضتها ست عروبة شو هي وظائف المخ والمخيخ والبصل السيسيائي بالنسبة لوظائف المخ في عنا نحن شكل إذا بنعرضه موجود بالكتاب يوضح لنا قشرة المخ والباحات الحسية والمحركة الموجودة بهالقشرة لاحظوا معي المخ هو مركز الإحساس الشعوري والأفعال الإرادية هو مركز للذاكرة التعلم الخبرة طبعاً نحن في مثل ما حكيت ست عروبة في عنا ثلاث شقوق رئيسية موجودة بقشرة المخ واللي هي شق رولاندو بالأعلى وشق سيلفيوس بالوسط والشق الخلفي أو القائم من الخلف طبعاً هذول الشقوق بحددوننا أربع مناطق في قشرة المخ واللي هي المنطقة الجبهية والمنطقة الجدارية المنطقة الصدغية والمنطقة القفوية توزع الباحات الحسية ضمنها القشرة المخية سيكون على الشكل التالي لاحظوا نحن سائلين بالكتاب أسمي الباحة التي تقع خلف شق رولاندو في الفص الجداري طبعاً من الشكل على الطالب أن يلاحظ الشكل ويستنتج أنها باحة الإحساسات العامة ما الباحة التي تقع أمام شق رولاندو مباشرة؟ كمان بدون يلاحظ أنه هي الباحة المحركة في أي فص توجد الباحة السمعية في الفص الصدغي الباحة السمعية لاحظوا هذه مكانها الباحة البصرية موجودة في المنطقة الخلفية في الفص القفوي إلى الخلف من الشق الخلفي أو القائم هذه بالنسبة لتوزع الإحساسات على قشرة المخ ووظائف المخ بشكل عام الآن بالنسبة للمخيخ في عنا المخيخ هو مركز التوازن في الجسم حطين نشاط ماذا ينتج عن استقصال المخيخ اللي هذا حمامي وجاههم كسؤال بالفحص النصفي للطلاب التوازن طائر الحمام طبعاً سيتمايل ويفقد توازنه سيفقد عنده تنسيق التخلصات العضلية بجسمه وبالتالي التوازن أثناء الحركة والسكون سيتم فقده هذه بالنسبة للمخيخ بالنسبة للبصل السيسائية طبعاً في عنا قسمين بالبصل السيسائية المادة البيضاء هي طريق لنقل السيال العصبية المادة الرمادية للبصل السيسائية هي مركز لأفعال انعكاسية ذاتية بالجسم مثل وقف حركات القلب مركز للتنفس البلع المضغ السعال كل شيء فعاليات ذاتية بجسمنا تسيطر عليها البصل السيسائية من خلال المادة الرمادية شكراً جزيلاً على الإجابة الدقيقة أنا ستعروبها بمناسبة العيد اليوم حابب يعني أدملك هذه الوردة الجميلة على إجاباتك الدقيقة وأنت أستاذ أسامة كمان كمان رح أقدم له كمان وردة ماذا حدث لك؟ قد وخذتني برتها شو السبب؟ ما السبب؟ السبب شعرت بالألم شعرت بالألم فقمت بحركة إنعكاسية مركزها النخاع الشوكي عندما تخذني شوكة أقوم بفعل المفاجئ هذا الفعل المفاجئ إنعكاسي سرعة الاستجابة عندي قد تكون ردت فعل سريعة جداً مركزها النخاع الشوكي ما هو الفعل المنعكس؟ كما مضاحب على الشاشة الآن للعرض لو سمحت يمكن أن تشير أستاذ مع إذنك تبطحنا الإشارة مباشرة ما الذي حدث؟ النهايات العصبية الموجودة في طبقة البشرة تنبهت فشعرت بالألم وهي تنقل حس الألم الآن قامت أعصاب حسية بنقل هذا الإحساس مباشرة عبر العصب الشوكي عبر الجذر الخلفي إلى المادة الرمادية في النخاع الشوكي من القرن الخلفي الآن مباشرة أيضا هناك عصبون بيني هذا العصبون البيني نقل الإحساس إلى عصبون محرك العصبون المحرك إلى العضرة فقالت لي أبعديها هذا هو عبارة عن الفعل المنعكس الفعل المنعكس فعل سريع يتم دون تدخل القشرة المخ وذلك لحماية وذلك لحماية جسم من الأذى يعني نلجأ إلى هذه الأفعال حماية جسم من الأذى فهي أفعال سريعة جدا ما العصبونات التي اشتركت في هذا الفعل عصبون حسي عصبون بيني واصل وعصبون محرك والله يعطيكم العافية هاي بالنسبة للفعل المنعكس الآن شكرا جزيلا هلأ حابب أستاذ أسامة يوضح لنا تجربة دقيقة عن سرعة الاستجابة طبعا نخاع الشوكي أنا بتشكركم على الإجابات الدقيقة والواضحة والعملية نخاع الشوكي إننا نحن هو مركز للإنكاسية السريعة التي تحمي جسم من الخطر والأمثلة على هالشيء هذا كتير ممكن مثلا أنا ماشي بالشارع في سيارة مسرعة فبدون تفكير فبحاول أتجنب السيارة حتى ما تضمني أو أنا ماشي بالطريق في حفرة بحاول أتجنبها كمان مشان ما أوقع فيها هدف فعل سريع الذي يتدخل الدماغ فيه النخاع الشوكي يتصدى لهالأمر لحماية الجسم من الخطر نحن حتى نشوف الاستجابات للجسم أنه أنا استجابتي سريعة ولا بطيئة ولا متوسطة في عنا تجربة بسيطة إذا حاولنا أنا أتمنى حتى من المدرسين اللي عم تحضروا لهم أنه يطبقوا هيك تجارب بسيطة تجارب بسيطة يعني بتفيد طلابنا العزاء ما عاد يعتمدوا على الحفظ والتلقين وهو أدنى مستويات المعرفة يعتمدوا على التجارب العملية إذا حاولنا المصطرة نتمشى بهالشكل هذا ونحط اليد بهالوضع هذا ونسقط المصطرة ضمن اليد فنشوف مدى الاستجابة إن كانت سريعة في مسك هذه المصطرة أو بطيئة ممكن يعني إذا كان مسكة ببدايتها بتكون استجابة سريعة مسكة في المطلسات يعني كل طالبين ممكن أنت أنا مجربة أنا وياك أستاذ أنا وياك أستاذ الزامة أنا وياك أستاذ أنا حضرتها أنا أتمنى منك أنت حضرتك تقوم بعملية تسعة وتسعين تسعة وتسعين تسعة وتسعين سبعة وتسعين ستعة وتسعين خمسة وتسعين ما شاء الله أي رقم واحد نرد نعيدها مرة تانية ستعة وتسعين مانا وتسعين سبعة وتسعين ستعة وتسعين خمسة وتسعين يعني هون أقل يعني كان متأكد من شيء كان متأكد أنا أريد أن نشير سرعة الاستجابة هل هي تبقى نفسها حسب الرقام أو أن أول مرة بجزء انتبهت بس مرة ثانية بصير أنا أمسك هذه لا شعوريا ولا أعرف في أي لحظة خلال الخمس ثواني المحددة لا أعرف في أي لحظة ستصل إلى يدي سنقوم بالتجربة ما عديتي الرقم خلتيني موجه لا إلا تشوف الرقم هي حضرة الأرقام موجودة ونشير نحن نسقط على دفتر خاص سرعة الاستجابة في كل مرة ثم نخرج المتوسط الحسابي المرة الأولى كأنه فتحت إيدي صغيري أنا كبري يا كبري ما عم تكبر هكذا هذه المرة الأولى عندما نكرر التجربة عدة مرات طبعا نحن نقيد سرعة الاستجابة نحن نطور استجاباتنا لأنه إذا كان ردات فأنا سريع بطيئة ممكن تعرضنا للخطر نعم سرعة الاستجابة تكسبنا مهارة وسرعة ودقة تحمينا من الخطر هلأ أنا في عندي جهاز آخر مو مركزي بسموه الجهاز العصبي المحيط الطرفي نعم ما أقسامه هذا الجهاز هو صلة الوصل بين الجهاز العصبي المركزي وباقي أنحاء الجسم مكون من قسمين جسمي إرادي وذاتي لا إرادي طبعا هذول القسمين الجسم الإرادي والذاتي اللا إرادي يحافظ على تواصل أعضاء الجسم والأعصاب المنتشرة فيها مع الجهاز العصبي المركزي طبعا الجسمي الإرادي هو عبارة عن الأعصاب التي تصدر عن الدماغ والأعصاب التي تصدر عن النخاع الشوكي الأعصاب الدماغية 12 شفع الأعصاب الشوكية 31 شفع في كل أنحاء الجسم تتلقى التنبيهات وترسلها إلى الدماغ والنخاع الشوكي الذاتي عبارة عن قسمين قسم ودي وقسم نظير ودي مسؤول عن الأحشاء الداخلية عمل متعاكس لتأمين الضبط لوظائف وعمل أعطاء الجسم هضم دوران نوعين كل انتزان داخلي انتزان داخلي بالجسم لتأمين هذا التوازن فيما بينهم شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة أستاذ أسامة في عندك شيء هون بنية عصاب أو شيء أو موجود على الهالي نعم 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 بنية عصب إذا موجود عن حضرتك نعم نعم شوما هو العصب الشوكي يعني كثير طلابنا الأعزاء ما عم بيعرفوا عصبون حسي عفوا العصاب هاي أنواع أنواع العصاب الآن سأمسك بهذا القلم هذا القلم يمثل لي ليفا عصبيا ليفا عصبيا الآن سأمسك بحزمة أو عدد من هذه الأقلام أصبح لدي حزمة من الألياف العصبية يدي تحيط بهذه الألياف فيدي هي عبارة عن غلاف الحزمة إذن ما هو العصب في مقطع عرضي بالعصب سأجد بأن العصب يتكون من مجموعة من حزم الألياف العصبية كما هو موضح بهذا الشكل هذه حزم الألياف العصبية يحيط بها غلاف الحزمة غلاف الحزمة يجمعها نسيج ضام مملوء بالأوعية الدموية ويحيط بالعصب غمض ضام سميك هو غمض العصب شكراً جزيلاً على الإصابة الدقيقة أستاذ أسامة إذا في عندك صفحة تقدر توضع لنا صفحة 46 بالكتاب صفحة 46 بتطلع معك العصب الشوكي ممكن تفضل تفضلي تشرحيننا عليها بالله شرح خليها تكون شرح 46 العصب الشوكي هو عبارة عن اتحاد جذرين جذر خلفي حسي وجذر أمامي حركي كما هو واضح في الصورة نلاحظ بأن العصب الشوكي أستاذ أسامة أشر إلى الصورة العصب الشوكي اتحاد جذر خلفي حسي نلاحظ كيف نميز الجذر الخلفي حسي أولاً وجود العقدة الشوكية وجود العقدة الشوكية وهناك جذر أمامي خلفي اجتماعهما يشكل العصاب الشوكي اجتماعهما يشكل العصاب الشوكي الآن التساؤلات وكثيرة تطرح وخاصة في أثناء الحوادث حمالكم الله ابنائي الطلبة عند قطع العصبون الحسي ما الذي يحدث نفقد الإحساس في المنطقة المتصلة بهذا العصاب فقط نفقد الإحساس إذا قطع الجذر المحرك ما أنه اسمه محرك فإنه يفقد الحركة شلل بالمنطقة المتصلة بهذا العصاب طيب إذا قطعنا العصاب الشوكي كله يعني جذر حسي مع جذر محرك فمعناه سنفقد الحس وسنفقد الحركة والإصابة بالشلل فقد الحساسية وفقد والإصابة بالشلل واضحة على الرسمة واضحة موجودة تأشرنا عليها أستاذ أسامة هذه الجذر الخلفي الحسي والجذر الأمامي المحرك القطع بالجذر أو العصبون الحسي يفقد الإحساس القطع في الجذر الأمامي المحرك يفقد الحركة أو الشلل وهذه العصاب الشوكي إتحاد الجذرين مع بعض نعم كثير من ما نصاب بأمراض شائعة كهشاشة العظام الكساح التهاب السحاية تشوهات العمود الفقري شو النصائح اللي بتقدموها أستاذ للحفاظ على صحة أجهزة الدعام والتنسيق هذا هدف قيامي أنا عندي هدف قيامي أريد أن أحققه بعدما انتهيت من درسي فضل بالنسبة لهيكل العزمي والعضلات وحتى الجهاز العصبي ممكن تصاب بأمراض كثيرة سوء التغذية سبب رئيسي لهذه الأمراض نقص أملاح الكالسين بالغزاء نقص فيتامينات معينة فيتامين A فيتامين B فيتامين C كلها فيتامين D اللي بيعطي الصلابة والقساوة للعزم هذا النقص ممكن يعمل تشوهات يعمل مشاكل في الجهاز العصبي والعضلات والعزام أيضا الجلوس الصحيح الجلسة الصحيحة تعطي الهيكل العزمي عدم وجود تشوهات فيه أيضا بالنسبة للجهاز العصبي النوم بشكل كافي عدم الإرهاق الرياضة جيدة جدا نصيحة يعني بشكل مستمر ولو بشكل بسيط يعني نمشي الرخد لمسافات بسيطة رياضة إلى دور كتير مهم بتنشيط الجهاز العصبي الجهاز العضلي والعضلات شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة هلأ في عندي حل أسئلة امتحان النصفي الموحد للصف التاسع الأساسي والشرعي 2019 2020 المنهاج الحديث في عندي ست اختيات متعددة في عندي السؤال التاني أجب عن كل مما يأتي في عندي السؤال الثالث أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي وعندي مخطط وعندي أيضا ترتيب وعندي مقارنة وعندي دراسة حالي السؤال الأول إذا موجود عندك أستاذ أسامة نسيج أبيض مرن يستر المشاشتين في العظم الطويل طبعا نحن نقي العظام نسيج الغدروفي السمحاق النسيج العظمي الكثيف طبعا نختار واحد منين مع التعليل هو النسيج الغدروفي لأنه موقعه بين المشاشتين وجسم العظم حكينا عنه خلال الندوة النسيج الذي يستر المشاشتين في العظم الطويل هو النسيج الغدروفي طيب أحد إحدى البنى الآتية تدعم العصبونات وتحميها الدبق العصبي الليف العصبي الاستطالات الهيولية الأزرار الدبق العصبي نعم ثلاثة أحد أشفاع الهرمونات الآتية تنظم نسبة سكر الدم سكر العنب في الدم ضمن حدود طبيعية التيروكسين والكورتيزول الأنسولين والكليكاقون الباراثورمون والكالستونين والباراثورمون والتيروكسين إذن واحد من هدلول بدنا نختاره يلي بنظم نسبة السكر العنب في الدم شو هو؟ الأنسولين والكليكاقون طبعا نحن بنعرف جزر لانجرهانس في المعسكلة تفرز هالهرمونين بنظموا نسبة السكر وعملهم بشكل متعاكس نعم شكرا شكرا رابعا من عيوب الرؤية يقع الخيال أمام الشبكية ويعالج باستخدام عدسات مقعرة الطمس مد البصر القدع قصر البصر هو قصر البصر أو الحسر 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 وقصر البصر بما أنه تناولنا العين أنا حبزة لو في عنا تطبيق مثلا لتحديد البقعة أو النقطة العمياء نعم يسموها كمان البقعة العمياء إذن النقطة العمياء علوات تتوضح بشكل جيد جدا حتى نوضح لطلابنا الأعزاء موقع البقعة العمياء أو النقطة العمياء ممكن تجربة صغيرة نعملها يريد أن نوضح الشكل لاحظوا في عنا نحنا الزائد إشارة الزائد والنقطة إذا حاولنا بالنسبة للعين نسكر أحد العينتين وهي اليسار ونحاول نقرب ونبعد الشكل ونركز عيننا اليمنى على الزائد حاولوا تجربوه وقرب الورقة فسأصل إلى نقطة تختفي فيها النقطة السوداء وأنا مركز على الزائد اختفاء النقطة السوداء لأنها وقعت على منطقة النقطة العمياء وهي نقطة إذا النشاط عملي هذا بسبب المعلومة في الذاكرة طويلة لامت ستة عروبة إذا بطب إلي مرة تانية حتى يتوضح أكثر من هيك سأغلق عيني اليمين الآن أنا بالعكس وقالق اليسار سأغلق عيني اليمين وأركز في نظري تماما على الزائد أبنائي على الزائد في مجال الرؤية في مجال الرؤية ستظهر الزائد والنقطة ولكن الآن سأقوم بالتركيز على الزائد وأحاول أن أقرب هذه الورقة رويدا رويدا من العين في لحظة هنا اختفت النقطة تماما فلم عدراها في هذه النقطة وقعت على النقطة العمياء كما قال الأستاذ أسامة النقطة العمياء هي منطقة مقابل فتحة الحدقة تخرج منها ألياف العصب البصري وهي نقطة خالية منها الخلايا الحسية البصرية العصي والمقاريط لا نرى بها أبدا شكرا جزيلا على التطبيق العملي إحدى الصفات الآتية تمتاز بها العضلة المتقلصة وهي بقاء حجمها ثابت من خلال الخيارات نحن حكينا عنها خلال الندوة يبقى حجمها ثابتا وينقص خطرها يزداد طورها إذن بي يبقى حجمها ثابت تطبيق نعم هاي 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 من أبناء الطلبة مدى يدك بشكل جيد الآن ضع أصابعك الأربعة بهذا الشكل بضغط بسيط وعميق قليلا على العضلة حاول أن تقرب الساعد من العضل الآن ستلاحظ فروق ما الذي يحدث منلاحظ أنه بطن العضلة بلش ينتفخ شو معنى ينتفخ يعني يزدادوا قطرها يتزدادوا صلابطا في قصاوي صار فيها قصاوي بيقصر طولها بس حجمها بضل ثابت بهذا الشكل فيك تعمل التمرين المعاكس بعد الساعد ولاحظ التغيرات الآن استرخت وعادت إلى طولها الطبيعي شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة رقم 6 اختيار من متعدد أستاذ أسامة تحدث الإصابة بمرض نقص التكلس نتيجة نقص فيتامين دال س ا دال ب فيتامين دال تقدر تشرح النشوة عنه شو دوره هون فيتامين دال حقينا نحنا خلال الندوة يربط بين المادة العزمية اللي هي العضوين والمادة الكلسية اللي هي أملاح الكالسيوم يثبتهم على بعض ويعطي الصلابة والقصاوي يعني منين من أخذ هذا فيتامين دال ممكن من خلال الحليب الأجبان نحن ناخده مجانا مجانا وممكن من أشعة الشمس نعم نحن نحن ننصح الكبار والصغار بالتعرض إلى أشعة الشمس الصباحية واتساب بيتامين دال فكل ما نتناوله من أغذية فيها كيلس لا يثبت في عظامنا إلا ببيتامين دال فهو يثبت الكلس في العضو أحسنتي شكرا جزيلا على الهدف القيمي ماذا ينتج مثلا في عندي صورة أنا أيضا في عندي صورة وعليها مسميات ننسبت عليها المسميات لاحظ الشكل المجاور وانقل الأرقام المحددة عليها إلى ورقة إجابتك ثم اكتب المسمى المناسب لكل منها المسمى المناسب لها نعم كما نلاحظ استاذ مجسم الجلد لو سمحت نلاحظ الآن الرقم واحد هو صاق الشعرق صاق الشعرق رقم اثنين الغدة الدهنية رقم الثلاثة هو جذر الشعرق لا لا أعطيني الجلد جذر الشعرق وفي الأسفل هي الرقم أربعة هي الأوعية الدموية الموجودة بالشعرق لدينا مجسم لدينا مجسم هنا للجلد يمكن أن نضع المسميات كما نلاحظ هذا عبارة رسمة رقم واحد هذا صاق الشعرق كما تلاحظون المسمى رقم اثنين الغدة الدهنية طبعا الغدة الدهنية تفرز مادة دهنية زيتية تعطي هذه الشعرى ليونة وطراوة وتمنعها من التكسر رقم ثلاثة هو الجذر جذر الشعرى من الأسفل كما نلاحظ الأوعية الدموية رقم أربعة الأوعية الدموية التي تغذي طبعا الشعرى شعيرات الدموية شكرا جزيلا على الإجابة ماذا ينتج من كل مما يأتي تعظم غضاريف النمو في سن الثامنة عشر تقريبا توقف النمو الطولي للعظم نعم استقصال المخيخ من دماغ طائر الحمام يتمايل في سيره يفقد تنسيق التقلصات العضلية يفقد التوازن أثناء الحركة والسكون أي خيار ممكن طالب يجعب فيه تذوق الأطعم الشهية يسرع من إفراز العصارات الهاضمة أو يسرع الهضم نفس نعم حسن عمليات تراكم حمض اللباني أكسيد الكربون في العضلات بعد العمل الشاق التعب العضلي أو التشنج المؤلم بالعضلات ويمكن أن نقول التكزز العضلي طيب أعطي تفسيرا علميا هذا من الأسئلة التي أتت في الامتحان النصفي موحد للصف التازح الأساسي للعام الدراسي 2019 2020 المنهاج الحديث نعم ينصح الأطباء ينصح الأطباء بعدم الإكثار من تناول التوابل الحارة والبهارات طبعا لسلامة الحليمات الزوقية والبراعم الزوقية دمنها نعم تبلغ قوة البصر شدتها في الحفيرة المركزية في الحفيرة المركزية أريد أن أشير إلى شيء مقابل الحدقة هناك منطقة فيها عصي ومخاريد النسبة الأكبر من المخاريد في مركز تسمى اللطخ الصف اللطخ الصفراء في مركزها منطقة تسمى الحفيرة المركزية الحفيرة المركزية تحوي مخاريد فقط وكل مخروط يتقابل معليك من ألياف العصب البصري ومن هنا تأتي حدة الأبصار تكون في قمتها نعم نعم تعد الأم الحنون غشاء مغزيا غنيا بالأوعية الدموية طبعا لتغزية المراكز العصبية فهو غشام مغزي للمراكز العصبية تضعف حاسة الشم في بداية الزكام نحن نعلم بالنسبة للشم يجب أن تكون مخاطية الأنف طبيعية وبالتالي هذا الجسم الغازي القابل لانحلالة المخاط يجب أن تتقبله المادة المخاطية المادة المخاطية في بداية الزكام جافة وفي نهاية الزكام شديدة الرطوبة لذلك يضعفه الشم في بداية الزكام لأن مخاطية الأنف تكون جافة شكرا إذن في عنا مخطط المخطط ننتقل يلي بعده رتب بدقة مسير الاهتزازات الصوتية في مجسم للأذن بدءا من غشاء الطبل مجسم الأذن من غشاء الطبل وانتهاء وانتهاء بالحلزون في الأذن رتب بدقة مسير الاهتزازات الصوتية بدءا من غشاء الطبل وانتهاء بالحلزون في الأذن هل تقدر تشرحيننا عليها آنسة هل ريثة ما يأتي والضليم نعم الآن الأذن تكون من سواء مجرع السمع الخارجي ثم غشاء الطبل المخروطي الذي يهتاز نصل الآن إلى الأذن الوسطى التي تكون من عظيمات السمع وتنفتح على الأذن الداخلية صلة الوصل بين الأذن الوسطى والأذن الداخلية هي عبارة عن النافذة البيضية أو غشاء النافذة البيضية كيف تنتقل الاهتزازات الآن تفضل لو سمحت أعطينا الآن لدي مجسم للأذن كما نلاحظ الآن هذه عبارة عن الأذن الداخلية وهذه عبارة عن حدود غشاء أطل وهذه عبارة عن عظيمات السمع كأنه ينقصها الركاب الآن كما نلاحظ تأتي الاهتزازات الصوتية أستاذنا الكريم طلابنا الأعزاء الاهتزازات الصوتية تدخل منها الصيوان الذي يجمع الاهتزازات الصوتية يوجهها نحو مجرع السمع الخارجي ومباشرة إلى غشاء الطبل لاحظوا غشاء الطبل يهتز غشاء الطبل من الذي يرتبط بغشاء الطبل؟ طبعا عظيمات السمع وهي عبارة عن المطرقة والسندان ومن هنا الركاب الذي يستند إلى الأذن الداخلية عبر النافذة هنا الركاب مفصولة أو تحتاج إلى لحم وهناك النافذة البيضية والتي تنفتح على الأذن الداخلية لماذا تتضخم الاهتزازات الصوتية بشكل كبير عند النافذة البيضية؟ لأن سطح النافذة البيضية أصغر بعشرين مرة تقريبا من سطح غشاء الطبل وبالتالي كثيرا ما نتجنب الخطر عند سماع الأصوات القوية وهذا عمل ذاتي يقوم به جسم الإنسان أو دماغ الإنسان حيث نلاحظ أن هناك عضلة تاني تقوم بعمل متعاكس العضلة الشادة الطبلية والعضلة الركابية فتسحب غشاء النافذة البيضية باتجاه الداخل العضلة الشادة الركابية والعضلة الشادة الطبلية تسحب غشاء الطبل باتجاه الداخل فتتقارب عضائمات السمح فيما يقلل من تضخم هذه الأصوات ووصولها إلى الحلزون عملا متعاكس فبقربوا عظيمات السماء فبقفوا من شدة الصوت التي ستصل إلى اللنف الخارج ثم اللنف الداخلي العضل الشادة الركابية لأوين بتروح أستاذ والعضل الشادة الطبلية لأوين طبعا العضل الشادة الطبلية ترتبط مع المطرقة وقشاء الطبل فتسحبهم إلى الداخل أما الركابية تتصل مع عزم الركاب وتسحبهم للخارج مما يؤدي لتقارب عظيمات السماء وتخفيف من شدة الأصوات العالية على الأزم الداخلية ليش بتعذر سماع بعض الأصوات لدى الناس لدى الإنسان لأنه خارج مجال السماع اللي هو بين 20 إلى 20 ألف هزة بالسانة نعم عند سماع بعض الأصوات القوية ينصح بفتح الفن ليش؟ أولا لدينا غشاء الطبل مجرى هواء الهواء يحملوا الصوت الآن إذا سمعنا صوتا قويا وأغلقنا فمنا فما الذي سيحدث؟ ضغط الهواء بما يحمله سيكون على غشاء الطبل فيتأذى غشاء الطبل لذلك عندما ننصحه بفتح الفم يوجد بين الأذن الوسطى بين الأذن الوسطى وهناك ينفتح على قلب العوم طبعا نفير أوستاج فهو يسمح بدخول الهواء فيتساوى ضغط الهواء نفتح الفم بهذا الشكل هواء من هنا وهواء من هنا فيتساوى ضغط الهواء على جانبي غشاء الطبل فلا يتأذى شكرا جزيلا في عندي هنا مقارنة أستاذ هي تقع في مستويات التحليل في مستويات التحليل تحليل العليا نعم إذن أنا عندي معرفة فهم تطبيق تحليل تركيب هي في مستوى التحليل وهو من المهارات العقلية العليا في عندي النهايات العصبية الحسية النهايات العصبية والجسيمات الحرة والجسيمات الحسية في الجلد من حيث الموقع والوظيفة أنت سأفضل بالنسبة للنهايات العصبية موقعها في بشرة الجلد وهي خاصة بإحساس الألم تنقل إحساس الألم بالنسبة للجسيمات الحسية تقع في الأدم وعبارة عن جسيمات تنقل إحساسات اللمسية والضغط والحرارة إلى آخر نعم أي بالنسبة مقارنة بسيطة فيه هلا أنت قبل شوية حضرتك شرحتي أيضا عن الدشبز نعم وشرحتي عن كمان أيضا عن الأكسين نعم المقارنة بينما من حيث الوظيفة إذن فيه عندنا الدشبز وعندنا الأكسين من حيث الوظيفة أنه البعد بينهما نعم نحن قلنا بأنه يحيط بجسم العظم مادة السمحاق التي تولد الدشبز والدشبز يفيدوا مادتهم تفيد في جبر الكسور معناها تفيد في عملية نمو وتوليد خلايا عظمية جديدة الأكسين من مواد التنصيق النباتية التي أيضا توجد في قمم الفروع الهوائية للنبات كلمة أكسين كلمة يونانية تعني الزيارة والاستطال النمو والاستطالة وبالتالي أيضا هي تساهم في عملية نمو واستطالة النبات وأيضا الدشبز يفيد فيه أي عملية نمو الخلايا العظمية ويصل بين الطرفين هنا وجه المقارنة العظم شكرا جزيلا هذا هو عملية الربط شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة في عنا السؤال السادس هو حالتين رح ننتقل نتركه هلأ ننتقل لشغلة أخرى حضرتك مدرسة حضرتك موجهة اختصاصية حضرتك موجهة اختصاصية شو النصائح اللي بتقدمها لمدرسك ولطلابك العزاء طبعا هلا بنهاية الفصل الأول واستعداد لدخول الفصل الثاني طبعا المعلومات لطالبنا بالشهادات إن كان تاسع ولا بكالوريا ما رح ترح منه فحتى ما ينسى هالمعلومات ويظل مستمر فيها ننصحه أنه يظل تابعه خلال دراسته بالفصل الثاني ما يترك المعلومات حتى ما تنتسى يتابعه بفترة يعني كل درس بدرسه يقرأه ويربط بين الصورة والشكل يعني أنا ما بدرس هذه الصورة مستقلة عن الكلمات حتى ما يكون حفظ مجرد وينسى المعلومة يربطها دائما بالصور والأشكال ويعتمد اعتماد كبير على التلخيص الزي التلخيص هو يكتب يعني ما يأخذ نوطات جاهزة خاصة المنهاج جديد ما فيه توقعات ما فيه نوطات جديد كلها خاصة بالكتاب الكتاب هو الأساس بالدراسة نعم حضرتك شو تنصحي مدرسينك أولا وبعدين طلابك بالنسبة للكتاب يعني التحضير لكتاب الصف التاسع أولا التخطيط الجيد استخدام الوسيلة المناسبة وتوظيفها العمل التشاركي جعل الطالب يعتمد على القراءة التحليلية الناقدة هو الذي يصل إلى المعلومة نعلمه على دراسة الرسوم التوضيحية والاستفادة منها والوصول إلى المعلومات نشجع روح البحث عند الطالب نشجع الطالب على المشاركة بالمعارض المدرسية نشجع الاكتشاف بيأته من خلال الأنشطة اللاصفية فلنخلق جوا من الإبداع في الصف يجب أن يكون المدرس مبدعا حاضر البديهة ذكيا عنده قدرة على الطلاقة والتصور الذهني العالي كل هذا فعندما يكون محبا إيجابيا فعالا يتواصل مع طلابه ينشط طلابه يساعدهم على الممارسات العملية فهو مدرس شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة وختاما لا يسعني إلا أن أشكر كلا من السادة محمد أسامة المقداد الموجه الاختصاصي من تربية دماشق والموجه الاختصاصي عروبة جيرودية من تربية ريف دماشق وأشكر الكادر الفني الذي أشرف على هذه الندوة كما أتمنى أن نكون قد وفقنا وإلى اللقاء في ندوات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر